مدينة بورسعيد 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 لأنك مدينة مناضلة وأهلك مناضلين الأمر الثاني هو تحية الشهداء كل شهداء مصر بمن فيهم شهداء هذه الواقع الإجرامية الضخمة جدا والصعبة جدا وإني بورسعيد إصيبت مرتين إصيبت أن يحدث هذا عندها وتتهم وأصيبت إن لها شهداء أيضا موجودين فإحنا كنا نقول لبورسعيد وأهلنا هناك والزملاءنا هناك لا أنت مدينة مناضلة واني لا يمكن ان يوقع بين مرة فتنة طائفية ومرة فتنة فئوية ومرة فتنة مناطقية على رأي اللبناني ان احنا دي منطقة بورسعيد وهذه جريمة مكشوفة للغاية والناس استقبلونا استقبال جيد خاصة ان احنا عقول مفكرة ومحناش في الجزء الهوجائي اللي ممكن تروجه الناس والزيارتكم ليهم جابت فعلا نتيجة ايجابية وبدأوا فعلا يخرجوا من الازمة اللي كانوا بيموروا بيها الى ابعد حد ده كان واضح من استقبال الناس وزميلنا الاستاذ مصطفى وزملائنا لانه كان وفد يمثل مصر يعني فيه مشاركين من اسوان لغاية مطروح من كل مناطق الجمهورية راحين يقولوا احنا مش بناتهمك بالعكس جايين نحتفل بك والناس يستقبلونا من اول لحظة استقبال كويس وفيه فارق بين ان السياسين راحين يسجلوا مواقف او راحين يهيجوا جماهير او يكتسبوا جماهير وبين كتاب راحين يقولوا احنا جزء من عقل هذه الامة جايين والكلمة رصينة ودقيقة ما هي اهمية التزام كل الطبقة المثقفة بمصر اتجاه مساندة مصر المصريين في الاحداث الجارية اللي بتحصل بعد الثورة يعني هو اسمحيلي بس ان انا عايز اقول حالا ان احنا في اتحاد الكتاب اخدنا قرار لاستنا بس كعضاء مجلس الادارة وانما حتى كعضاء الجمعية العمومية ان لن نسمح بدخول حرب مدن واذا كان البعض حاول ان يعمل حرب طائفية او سقرية ما بين بعض المدن والبين بتاعه فاحنا كررنا ان احنا نكون اول من نبادر وان احنا نقف مع برسعيد ونقول نقف مع البرسعادية وليس يعني شعب البرسعيدي لان لا نستطيع ان نقول ان هذا هو شعب مصري واخدوا حلاك لانما هو شعب مصر في برسعيد لان كان واضح ان هناك مخطط وان هناك محاولة شديدة جدا اه اه لتقسيم هذه البلد والدخلنا في موضوع حرب مدن اه يمكن طبعا كمان الجمعية العمومية طلبت والمجلس ادارة حركة معانا طبعا اه دينامو الاتحاد الاستاذ الدكتور صلاح الراوي اللي في الحقيقة يعني اه بوجه له تحية على هذا المجهود العظيم اه اه لكن كمان انا عايز اقول ان الوافد كان اه ممثل من جميع الاتجاهات اولا من جميع الطيرات ومن جميع الاعمار ومن جميع ايضا الاقاليم الموجودين في اه مصر وحرصنا ان ان نلتحم مع اخواننا في اه برسعيد وان احنا وقفين معهم في نفس الخندق اه اه بنوجه رسالة ليس بس للبرسعيدية لا لكل المصريين ولكل العالم يعني ارجوكم ما تدخلوش بنا تاني في منطقة حرب المودي وبعدين يعني مش قلة عملت يعني انضحت فعلا عملت مشكلة وفيه سوق وفيه ضحايا كتير راحه اقول لحاجة حاجة اوه لو قلة ان احنا نعاقب البلد كلها هذه القلة سواء تقلة دي من برسعيد او من اي بقعة من بقعة مصر او من خارج مصر نحن نطالب ان تأخذ يعني يأخذ القانون مجرى وان يعاقب يعني لا احد فوق القانون ولكن مش هنقعد نقول مش هنقيت عنهم من احد مش هنقيت عنهم من الادوية عشان انتو مش متهمين ما انتفاوش عن نفسكو يعني فازاي يعاقب على شيء هم يعني جرم لم يتم اتكابه من طرفهم يعني كده عن اهمية دور المثقفين والكتاب في الاحداث الجارية في مصر بتعملوا ايه بعد الثورة يعني بتساعدوا الناس ازاي في الحقيقة احنا يعني بيبقالينا اكتر من طريقة احيانا بنعقد الندوات وبنعمل ساعتنا انتقل الى بعض السمانرات والبعض المدن واي دور يعني كمان مثلا انا هقول لها هكي حاجة لما تعرض البعض للهجوم وكان محتاجين للعلاج يمكن كان الدكتور صراح الراوي من اول الناس اللي دعت المجلس عشان نقف بجوار اخواننا اللي اصيبوا ونجمع لهم بعض التبارات احيانا فيه تبارعات بتبقى شخصية احيانا فيه تبارعات من الاتحاد فاحنا بنحاول ان احنا مشاكين بس انا اتصور الدكتور صراح هو يقدر يرد احسن مني وافضل مني طبعا هو دور الاتحاد كنقابة دوره انه بيرعى اعضاؤه كنقابة لو في حد تعرض للاعتقال او للمحاكمة هو بيتقدم عشان يوجهه باسمر كان فيه جملاء موجودين في الميدان تم دعم للمستشفات الميدان ده في الموضوع الثوري الساخن مباشرة في الموضوع الاعمق ان الكتاب مهمتهم انه عقل هذه الامة جزء من عقلها الناهض عليه انه يبقى اكثر رصانة وانه يضبط يقاعه وانه يحلل تحليل دقيق باسمرار فيه مؤتمرات لتتابع باسمرار نحن مع الناس وفي قلب الحدث وفي قلب الناس تماما ده المهم لانه المفروض ان احنا العقل الاكثر رصانة من العقل الجماهيري العام طبعا مع كامل التقدير للعقل الجماهيري العام معتقد تجربة بورسعيدي بتعني هذا انه انا مش مع الدعاية العامة مش مع الاداء اللي ساعات اعلاميا يبقى ففي اتهام مثلا ان يعني ما فيش حد بيتحرك غير بعد اما الواقع بتحصل يعني لازم حاجة تحصل عشان كلنا نتكاتف ونبقى مع بعض لكن طول ما ما فيش حدث قوي ما حدش بي ده هو طبعا ده مصريح باطلاقه لسبب بسيط جدا الكتاب طول عمرهم بيكتبه طول عمرهم بينبهه طول عمرهم بيبشره بالتغيير وبالثورة بيقدمه باستمرار لان انا مؤمن ان المثقف شهيد عصره وليس شاهد على عصره فقط وده بيختلف من موقف مثقف لمثقف انما الروح الجمعية كاتحاد وكمجلس دارة الاتحاد منتخبة من الناس انها بتعبر عن اللي مش الصوت الاوسط داخل رؤية المثقف الا الصوت الاكتر استنارة الصوت الاكتر اقداما المفروض لان احنا مش طيارات واحدة لكن اللافت للانتباه ان حالات نادرة بين الكتاب اللي يتبنى موقف مش مثوري حتى ما بنعتبروش كاتب بالمعنى الصحيح التوعية وزيادة الوعي الثقافي والاجتماعي والسياسي يعني حملك تقيل جدا بيشيلوا على اكتاف والمثقفين والأدباء دور اتحاد كتاب مصر في رفع المجتمع يعني لمستوى ثقافي واجتماعي اعلى بتعمله ايه للناس خاليني اقول لحضرتك في الفترة اللي بعد الثورة والقيادات الاتحاد بتبتجه للقاء مع السلطات في البلاد كان مطلبي الدائم مع زملائي انه لنقول لهم نحن نطالب بحقنا في اداء واجبنا الكتاب لسنوات طويلة لم يمكنوا من اداء واجبهم في اداءات فرضية اللي التفت لفكرة انا اطالب بحقي في اداء واجبي نحن لدينا واجب لا يمكن ان يكون كتاب مصر في اخر الاحداث او يحاولوا لحق بالاحداث هم صناع وعي عندما يمكنوا من اداء واجبهم وعليهم ان ينتزعوا هذا الحق انتزاعا لسنا محتاجين باذن من حد نروح فين او نعمل ايه او نقول ايه لكن معروف لنا جميعا مش 30 سنة اربعين سنة او اكثر من تجريف وعي الشعب وتجريف وعي المثقف بل واستخدامه في التكريس للوعي الزائف اعلاميا وثقافيا وحظائريا يعني اعتقد كلمة حظيرة الثقافة دي مشهورة جدا جدا لكن دي نقابة ونقابة قوية واعتقد الاتحاد بينهض بجهود كل اعضاء الجميع العنفية وعضاء افضار الجميع وناس دلوقتي بقتش مستعدة للغياب العقلي اللي كان موجود بقت مستعدة اكتر ان هي تعرف اكتر وان هي تشارك في الحياة السياسية وحياة الاجتماعية هذا محتاج جهد كبير كمان محتاج جهد كبير مش يعني هو اسمحيلي بس في الحياة انا عاوز اقول حاجة ان كان النظام السابق في الحياة كان ضد الاحزاب وضد النقابات ويمكن النقابات بشكل مباشر وهو كان بيعتمد على موت النقابات وكان بالتحديد على فكرة كان حريص على ان يتوجه ضربات الى اتحاد الكتاب باعتبار ان دول عقول ومفكري مصر وانه مفروض ان الاتحاد يقوم بدوره ولان كمان الاتحاد كان اخر نقابة يسمح بانشاءها انها انشاء سنة 75 بعد النقابات الاخرى المحامين وصحفين والأطباء فحرسوا ان يضعوا بعض العرقيل اللي قدامها وانا اتصور ان انا الاوان امام مجل الشعب فرصة عظيمة ان يطلع قانون للنقابات بما فيهم طبعا اتحاد الكتاب لان بالمناسبة على فكرة اتحاد الكتاب هو نقابة ولو حدك شفت اول حاجة في القانون ينشأ في مصر نقابة تسمى بالتحاد الكتاب احنا محناش بنتكلم على ان راسنا فوقها ريشة ولا اي حاجة انما زينا زي النقابات كلها انا بقول انا الاوان ان يتم اذا كان بيتم تعديل الاحزاب فاحنا كمان مفروض ان في مصر يكون في حياة نقابية عظيمة يسمح بدورها لان ده على فكرة حيشجع عجلة التنمية وحيشجع الديمقراطية وهيغير كتير من مقرات مصر وايضا كمان سيساعد النظام ان النقابة عندما تمارس دورها ستساعد النظام في التقدم وفي التغيير لالافضل فانا ارجو في الفترة القادمة ان شاء الله انه داي وكانت ايه الاثارة السلبية لغياب بالنقبة المثقفين وتأخر مشاركتها الوقت ده كله هو عمر المثقفين على فكرة ما كانوا غيبين يعني بالمناسبة انا عايز اقول حاجة حاجة يعني يمكن الثورة يوم ما قامت يوم 25 اول ما نزل كان نزل اتحاد ولو شفت حضرتك الشعارات والاغالي وكل حاجات دي كل دول من اعضاء اتحاد الكتاب يعني نفس الشعارات ونفس الكلمات وبروح مين هي بروح الكتاب كلها اللي كانت موجودة وبعدين بالمناسبة اشترك في الثورة تقريبا انا مش بايس عاوز اقولك مجلس الادارة لا جميع اعضاء اتحاد الكتاب من اه يمكن زي استاذنا الدكتور صراح مبول من اسوار لغاية مرسى مطروح عاوز اقول حاجة ان الناس كانوا قدباء من الزماء كانوا بيجوا عشان خاطر يشاركوا في الثورة نفسها والاتحاد على الفكرة فتح بابه لكل الاعضاء ولغير الاعضاء انا عايز اقول حاجة حاجة يعني الاتحاد كان بيستضيف ناس كتير جدا اي حد في مصر محتاج اي حاجة كان في الثورة كنا احنا مشاركين وازا ما قلت الحاجة ان شعاراتنا كلها كتهية اللي موجودة يعني لو تشوفي الاغاني الكلمات حتى الافشات دي اللي كاتبها كلهم كتاب مصر دكتور سلاء هل هيكتفي اتحاد كتاب مصر بمجرد تقديم المساعدة والدعم النفسي لأهالي بورسعيد ولا هيحرص على المشاركة الدايمة في اي حدث وهيقدم المساعدة وايه هي خطاتكم للفترة القادمة هو طبعا احنا لما نكن لنذهب لبرسعيد للتوقيع في دفتر الزيارات ودفتر التشريفات عشان نقول الاتحاد لو دا تم طبعا باطل ومشكول والمفروض انه التفكير في مصر كتلة واحدة وان اي قضايا بتنشف اي بقعة ان الكاتب مهمته انه بيشوف الظاهر ويحللها تحليل دقيق ويتخذ مواقف منها بالكتابة او بالمواقف انه قابل الواضح او برفع يعني لو فرض انه البلد دي ممكن الاتجاه بيها نحو الظلام مش هيستنى الكاتب عشان يكتب لأ حيشيل كمان سلاح ويواجه محاولة تحويل مصر لما كان مظلم وطورة بورة وكلام من هذا القبيل وافغانستان لأ مش هننتظر يعني ونقول لا احنا هنقدم كتابة ونقول اشعار لأ في مواجهة مواجهة المواطن لانه في النهاية الكاتب مواطن بالدرجة ولا كان يقابة علينا بل هذا فيه المفروض ما تروح على شغلنا ان احنا نتابع ده بعمل ندوات اكتر بعدم حلقات نقاش بعمل ورش عمل لدراسة ادق لان مش هنفضل بقى فترة يطلع نوبيين ومش نوبيين وفترة بدو ومش بدو وفترة مسيحيين ومسلمين وفترة دي بورسعيد ودي منطقة كذا فيه اعتقانات كثيرة جدا جدا بيعطلها تأخر المحاكمات عدم الانتقال بعد سنة ثورة لرؤية حقيقية للناس النظرة للتغيير الاجتماعي الحقيقي بمنطق اني اشوف ما هي الاشكالية الطبقية الموجودة في المجتمع مش حكاية اجور وكلام من ده او قضايا فئوية لا كل القضايا مشتبك مع اتحاد الكتاب اشتبك حقيقي من جميع الجهات من اعلى سدة الحكم حتى اخر بقعة في مصر واخر مواطن مصري المفروض ده انشغال الاتحاد للكتاب لاني اتوقف عن هذا لدينا مشروعات عديدة هنطرح على الجمال العومية مجموعة مهمة من الاقتراحات اللي نحن بنتحرك ديموقراطيا في اطار جميع عومية لابد ان نراجحها في كل خطواتنا لما تبقى خطوات استراتيجية شايفين مصر في المرحلة اللي جاية رايحة بين الفين يعني رأيك شايفها ازاي مصر في المرحلة شايفها ازاي طب منونا شوي كلنا على حال مرحلة الدكتور صلاح لا شوف هقول لها حاجة هو في عرقيل بس مع ذلك انا بتصور ان في امل وان بدون هذا الامل يعني لا يمكن ان احنا نستمر فطبعا هناك في عرقيل زي ما قلت الحاجة شديدة جدا واحنا يعني انا بتصور ان احنا لازلنا يمكن ما بدأناش في الثور او لازلنا في مرحلة الولادة اه انما هي الثورة اللي لم تكتمل الى الان واناك مشاكل مشاكل كتيرة جدا اه كلنا بنتعلم على فكرة انا عايز اقول حاجة احنا مصقفين بنتعلم الشعب بنتعلم حتى الحاكم المجلس العسكري انا اتصور انه اتعلم ان تجربة الديمقراطية في مصر كانت قد وقدت اخدوها الحاجة وتعاد من اول وجديد اليوم اه يعني ولادتها بشكل اه جديد اه بالتأكيد انه في اه في عوامل داخلية وعوامل خارجية وبتمنع هذا الموضوع لكن انا بستور انه في امل وانه متالي ان الشعب اللي نزل واثر على الموضوع ده لن ينخدع وسيستمر وانا يعني لكن انا الاوان انه احنا نطور نفسنا يعني نطور نفسنا مش هنفضل طول كل شوية تانية نخوم بعض مش هنفضل كل شوية تانية نقعد نلقي اللوم على دفئة او مدينة او مش عارف ايه لا اعاوزين نتكاتف نعمل كلنا اعاوزين نشتغل نتنمي اه ده بحيك ونبدأ نتوافق شوية انا مش عاوز يبقى التوافق برضو يزديد عن حده لان ساعات اه يمكن ساعات بخاف من كل متوافق لانه برضو ما هو توافق دي وكانوا متوافقين على الحزب الوطني بخطوة حيك لكن نهدى شوية بلاش نخون بعض وفي النهاية ان شاء الله مصر حتبقى يعني حتبقى عظيمة دكتور صلاح الراوي رئيس باست اتحاد الكتاب المصريين لمدينة بورسعيد واستاذ مصطفى القاضي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية نورتونا النهاردة في نهارك سعيد شكرا شكرا مشاهدين خلصت فقرتنا دلوقتي بس لسا مكملين معاكوا بقى فقارات نهارك سعيد شكرا